دعاء عامل كله الأمن والأمان والسلام يا رب سعيدة أن أنا النهاردة جزء من المؤتمر طبعاً منظمه مركز السلام الدولي تابع الأمم المتحدة بحييهم على كل مجهوداتهم في مصر وفي الوطن العربي في كل العالم طيب خليني أكلم معاكي في حاجة تانية دلوقتي أنت المزيع الوحيدة اللي بتشكع بقية البنات أن أنت تخشي الإعلام وأنت محجبة عادي لأن دائماً كان شرط أن أنت تبقى إعلامية من غير حجاب وبدي كل الناس عرفها قولي كده رسالة تشجعية لبنات فوشيا إزاي ممكن تخشي الإعلام وأنت محجبة ومهمكيش عادي بوسي أنا ما كنتش محجبة وكنت من 95 موزيعة في القناة الفضائية المصرية وبعد كده 97 ERT منوعات وبعدين سنة 2000 قررت أتحجب لما روحت العمرة وغيرت كل حياتي وقتها ما كانش فيه ولا موزيعة محجبة فقدمت جواب للشيخ صالح كان طبعاً صاحب بشبكة ERT وقلت له أن أنا خلاص أنا أتحجبته ولو ما شايفه أشتغى الموزيع أنا هستقيل لكن الحمد لله عايزة أقول بقى هي دي الرسالة ومن يتقل لا يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحان الله هو رد علي بالجواب أن الأصل في الإسلام للمرأة هو الحجاب وأن أي موزيعة تتحجب تكمل عادي في شبكة ERT في أي قناة هي تختارها وقتها أنا اخترت قناة إقرأ استخرت وقلت سألت كل الشيخ عمل مرأة حلال قال له أعمل مرأة حلال طب ليه ما فيش موزيعة محجبة فقلت أنا هكون أول موزيعة محجبة علشان من غير ما تكلم مصر بس هي اللي عامل كده لا دلوقتي خلاص كل محجبات في كل حتة أنا بقى سنة 2000 ما كانش فيه حتة أصلاً فيها موزيعة محجبات على أي فضائية أصلاً فسنة 2000 الحمد لله كنت أول موزيعة محجبة على الفضائية العربية كلها وبعد الحمد لله ربنا كريم وكمية موزيعة محجبات ظهروا في قنوات أرضية وفضائية إن شاء الله كله في ميزاني يا رب بفرح وفي ميزان الشيخ صالح كامل ربنا يديله الصحة يعني نطلع من القصة بتاعتي وتجربتي بجد إن الواحد لما بيتطقي ربنا في أي حاجة ربنا عمر ما بيسيبه أبداً 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 فإيه اللي يمنع أني تكوني موزيعة وأنتي محجبة أنا بقول الحجاب ده ده عباتي أنا وحاجة بيني بين ربنا زي الصلاة وزي الصيام لكن ما يأثرش على كفاقتك في الشغل المهم تكوني شطرة دكتورة محجبة أو مش محجبة مهندسة محجبة أو مش محجبة مدرسة مزيعة هي هي المهم أن أنت تشتغلي كويس وتشتغلي على نفسك صحة علشان تبقي شطرة في مجالك طيب المنادة تشتغلي بقى إزاي بتقدريت وفاق بين بيتك والشغل الحمد لله أنا شغلي بحاول أن أنا أنظم في موعيدي علشان أقدر أوفق بين البيت والشغل طبعاً ولادي أهم حاجة في حياتي ربنا يحميهم ويبارك فيهم وربنا دايماً يقدرني أنا كمان أغلب شغلي لله وللخير وبحاول أنهم كمان يبقوا معي فيه علشان كمان يتعلموا حاجة في حياتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر